السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة ديليس امونانس مناشاء الله انكم تكونوا في افضل احوال فالفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على هاد الوصفة ديال فطيرة تركيا اه فعلا اه رائعة اقل ما يقال فحقا انها رائعة لانها خفيفة بزاف وكذلك يعني كسوجد بواحد سرعة ما غاديش ندلكوها كم نخدموها غير بالطرع باليداوي اولى بالملعقة الخشبية وكذلك ما كتحتاش واحد الوقت باش تختامر فان فا غادي نجهزوها فا غادي نطيبوها دي راكتومو فا اه انا راقسم لكم وغدا تشوفوا القوام ديالها كيفاش كي يجي الى اعجبتكم الوصفة والفيديو ديال اليوم فما تبخلوش عدية بلايك وكذلك اذا جربتو الوصفة فخليوا لي تعاليق ديالكم وإلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش تواصلوا دائما بالجاتد وابقوا معي باش نشوفوا طريقة وطريقة تحضير كذلك المكونات اللي غا نحتاج لهذه الفطيرة السهلة والسريعة على بركات الله فبالنسبة للمقدر غا نحتاجه كاس ديال الماء اللي يكون دافي وكاس ديال الحليب حتى هو دافي ادنا احب ديال البيض بدرج حرارة المطبخ عندنا ملعقة كبيرة ديال السكر اه وعندي البودرة ديال توم توما بودر يعني اه الى ما متوفراش عندكم يمكنكم تصنعوا عليها عندنا ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفرغية وعندي ملعقة صغيرة ديال الزبدة. عندنا ملح بطبيعة الحال وعندنا اه تلسين الكواص ونصف ديال الدقيق الابيض ما يعادل ثلاثمية وخمسين جرام يعني عبرناهم بالكاس ديال العنبا. بالنسبة للقياس ديال الكاس فاآ بالنسبة للسوائل في مية وخمسين ميلي لتر. فاول حاجة ناخدوا الماء دافئ يعني ماشي بارد. ونضيفوا الحليب حتى هو دافي. ونضيفوا لهم السكر وكذلك الخميرة الفرغية. ونضيفوا هذا من العقدي الزبدة. الزبدة كتكو مدعش حرارة المطبخ. ونخلطوا هات الشي كامل. ونخلطوا هات الشي كامل. نحمل الخميرة عشرة دقيقة تقريباً. نضيفوا بفهم أليمان. من بعد ما خليتها عشرة دقيق هنا عندي البيضة اللي فصلت للصفارة عن البيض الصفارة نخليه باش ندهن به الفطيرة والبيض نضيف باقي المكونات وكذلك الملح ونضيفه في الدقيق بالتدريج نضيفه لجوش دفعات او لثلاثة كيف تشوفوا معي فهذا المرحلة ما كنت تأخذ من هنا واحد الوقت اللي هو كثير يعني واحد جوش دقيق او ثلاثة غير كي نسجملينا هذا الدقيق يعني مع المكونات الخوار وكنحصلوا على واحد العجيل اللي هو القوام دياله يعني بحل ديال السفنش كيكون يعني خفيف بزاف وكيتلصق بالحق ما كنقصوش بايدنا كيف كتشوفو يعني كنستعنو اما بالطراب اليدوي اولا بالملعقة الخشبية حتى كنخلطو هاد المكونات مع بعض من بعد ما كننسجوهم زيان هذا كيف كتشوفو فهذا هو القوام اللي كنحصلو عليه ديال العجيل كيكون خفيف هان شوما غادي ناخدوا واحد المول اولا آآ ثانية اللي كن ندهنوها بزبدة وكن نغشوها بدقيق ومن الافضل انها هتكون يعني من هذا اللي كيتفتح يعني من الجوانب فكن نصبو فيه النصف ديال الكيمية ديال الخليط اللي عندنا كنحاولو اننا نصبو الخليط في الوسط ديال الطاوة وكمقاو كنوزعوه اه للجوانب بحال هاكا بالنسبة العلو ديال اللي سميته يعني العجين فكيكون تقريبا واحد سنتيم او لما كانش يعني قاع كتكون عندنا واحد طبقة اللي هي قيقة حيات ما زال عاد غادي ينتافخ يعني غاكي يختامك وكيتزاد ما زال كيتنتافخ فالا هنا عندو زل حشوة عندي اه جوج اشكال ديال جبن عندي موت زغلة وجبن ايضام عندي علبة ديال الطن اللي اه صفيتها من الزيت وعندي الزيتة فاول الحاجة فكنديروا الموت زغلة يلولة وكننا اخطو الطن اللي هتا هو كنوزعوه هلا هاتشكل بالنسبة للحشوة في لكم تديروا اي حشوة كتفضلوها يعني ممكن لكم تديروا الحشوة ديال الكفتاء او لا ديال ديال جاج يعني اي حشوة كتبغيوا كيف يمكن لكم انكم اه يعني كدهنوا بلاصوص ديال بيزا وكديروا بحال هكا يعني كديروا موت زغلة طن فخوماج اه زيتون اي اي حاجة بغيتو اي حشوة كتجيكم سهلة فهنا ما بعد ما كملس الطن فاعدين فوزعت كيف شفتوا معي فخوماج ايضام وكنديروا اه الزعتر يعني كنحكوه هكا لا ادينا حتى كنوزعوه هلا الفطيعة ديالنا كاملة غدي ندوزو باش نديروا الطبقة تانية او لنصف تاني اللي بقدينا من الفطيعة فهنا اه هاد المرة غدي نوزعو نحاولو اننا نوزع العجين ديالنا يعني اه من الفوق ما كنقبوش من الوسط هكا باش كيسهل لنا اننا نوزعوه فوق من الحشوة ولا حتى لان العجين خفيف فغدا تلاحظو بان هديك الحشوة كتبدا كتتهز لكم شوية فغادي غين بقمت كنسيسو معها بشوية بشوية حتى نوزعوه على المول كامل وكنحاولو اننا نغطيو كذلك الجوانب ولا حتى كنغطيها كامل وكيف لحتو يعني كيف كتشوفوا معي فهاد الطبقة الفقنية هي كتكون رقيقة ولكنها غدا تتسافخ يعني كي اه كيتدعف الحجم ديالها وما كتبقش رقيقة ولا حاولو اننا ننقدو الجوانب كيف قلت لكم يعني كنغطيو باش ما تخش لنا الحشوة من الجناب ولا هنحاول اناني بسط السطح ديالها وغادي اندوزو باش ندهنو اه هنا عندي صفرط البيض اللي درس معه اقطيعة ديال الخل وكنطربوه بالفوق شيد عليها تشكل هذا وغادي اندهن به الفطيعة ديالي ممكن لكم نديرو عواض الخل الحليب او لا نس كافي انا كنفضل انا ندير الخل او للحليب ما كنبغيش ندير نس كافي لانا كيجي اللون ديال الفطيعة من الفوق مغلوق بزاف كنتحل الوجه ديالها بحر هكا اللي هتشكل حتى كند هنا كامل والا بالنسبة اللي هنا فتزين كيبقي يعني هانا حسب الاختيار ممكن لكم تخليوا غير بحر هكا وكيفي ممكن لكم يعني تزينوا باي حاجة عندكم فانا هنا عادي نزين بزرج للبيض فكناخد زرج للبيض وكنحاول اناني نوزع على الجوانب ديال اه الصينية ديالي او ديال المول بحال هكا كنحاول اناني بحالة كنن نوزع على الجوانب كاملة ونحاول انهم يكون يعني اه مقادة هذيك الدائرة اللي دي ستكون مقادة فهنا غدا ناخد عاود الخشخاش او البافو وكنعاود كن حتى كنكمل الدائرة الثانية سهيا كنحاول انها تكون يعني مقادة وكيف كتبه باش يعني كيجي لانها ما زال عادت تخمر لانا الفاطيره كتنتافخ يعني وكتجي كيجي فيها الشكل مزيان ففي الوزط اللي بقالية فكنا ندير الفرماج بحال هكا فرماج ايضام كنديرو اهنه في الوزط على هاتشكل هذا هنا كنت سخنا الفران على درجة حرارة ميتين من يكي سخلي الفران فكندخلو يعني كنقوم شعليه الفوق والتحت من يكي سخونه مرين دخلها كنطفي الفوق وكنخلي لتحت حتى كطيب وكنشعلي وهذه هي الفاتيعة بعد ما خرجها من الفران فخليتها بردت شوية يعني ما خليتها حتى بردت تماما وبعد نزولها من القالب باش نوريكم مشكل ديالها والقوام فاشوفوا يعني كتجي مرتافعة فتحمرات من التحت وكذلك خليتها يعني تحمرات من الفوق كيف تشوفوا فسا في ردينا يعني عدا نقسم لكم باش شوفوا كيفاش كتجي من الداخل فكتجي معلكة وكتجي مخفيفة بحلقطن وحتها هدق يعني الفخوماج الحشو اللي دنا فيها دياللي فخوماج ودكشي من بعد ما دابو فكي يعطيوها واحدة لكا كتجي رائعة ونتمنى فعلا انكم تجربوها عندما هذا هو القوام ديالها فكيف كتشوفوا اه خفيفة بزاف فوالا وكتجي شكل ديالها راقي وزويل نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وإلى عجبتكم الوصفة والفيديو ديال اليوم فما تنساوش تخليولي لايك وكذلك اه تعليقاتكم اللي كتشجعني وكتحفزني فعلا شكرا لكم بزاف بزاف اه ما بقى لإلا نقول لكم عوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر